جيت عشان ما عنا هلأ كورونا ومفيش مدارس جايين غير جاو في ساحة الهلال الأحمر الفلسطيني في البلدة القديمة من الخليل شاركت مجموعة من أطفال المناطق المغلقة في فعاليات يوم الطفل الفلسطيني بتنظيم من مركز الإنشاد الفلسطيني ومسرح نعم الذي زرع الفرحة في نفوسهم اليوم هاي الفعالية لتفريغ النفسي للأطفال ونعطيهم لجاو مرح من مناسبة يوم الطفل الفلسطيني احنا منقدم هاي الفعاليات دائما بكل المناسبات فهاي واحدة من الفعاليات منقدمها للأطفال كمان في المناطق المهمشة بالتعاون مع مركز جمعية الإرشاد والمرأة وضمن فعاليات الاحتفال بالخامس من نيسان وزعت هيئة شؤون اللاجئين في الجنوب بدعم من لجنة العشائر العربية سماعات طبية على مجموعة من الأطفال الصم والبكم بعضهم فقد سمعه نتيجة قنابل الصوت الملقات في المواجهات مع الاحتلال اليوم مناسبة يوم الطفل الفلسطيني ومعاناة هذا الطفل الفلسطيني والذي يعاني أيضا من الاحتلال وعنى إصابات من الصم بسبب إطلاق القنابل الصوت مما أدى إلى حدث خلل في السماء ارتأينا أن تكون هذه المناسبة من أطفال البلد القديمة أيضا وأبناء اللاجئين في محافظة الخليل بأن يتم تسليم سماعات لهم حتى يتسنى لهذا الطفل أن يعيش حياته كباقي أطفال المدرسة أو العالم مهم أن نزرع الفرحة بوجه أطفالنا المتواجدين في كل أنحاء البلد إن شاء الله نظن مستمري في هذا العمل هذا الإشي بيخلينا أنه إحنا كمان يعطينا حافظ أنه إحنا نظن مستمرين بهذا العمل إن شاء الله تأتي هذه الفعاليات بهدف مناصرة الأطفال الذين لا يزالون يعانون من افتقاد أبسط حقوق التمتع بطفولتهم جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم وما خلفته جائحة كورونا من ضغوط نفسية عرين العمل تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر